فيكون عبد يعذب هذا عبد أو رب إذن هذا معنى أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو عبد هذا إثبات العبودية لعيسى عليه الصلاة والسلام هذا فيه رفع منزلة عيسى عليه الصلاة والسلام لأننا كيف يكون عندنا أن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد لا يمكن هذا يساوي ثلاثة فالله سبحانه وتعالى واحد وعيسى عبد عليه الصلاة والسلام لذلك الله سبحانه وتعالى هو واحد وإسى هو عبد الله ترجمة نانسي قنقر